اشتركوا في القناة صحة وسعادة البرنامج إن شاء الله بنتطرق لأمور صحية طبية تهمكم وتفيدكم وفي نفس الوقت أذكركم برقام التواصل مثل ما عودناكم دايما بس بعد ما أرحب فريق العمل وياي اليوم في البرنامج في الأعداد حسني البلعونة في التنسيق ميرا القفلي صباحك الله بالخير في الأخراج ميثا بيات صباحك الله بالخير ميثا محدثتكم اليوم دكتورة عاش البسطي أذكركم برقام التواصل ويانا 600551414 والرسائل النصية على 4006 حياكم الله طبعا ساعات معدودة تفصلنا عن شهر مبارك شهر رمضان الله يعود علينا بالصحة والسلامة والسعادة كذلك مثل ما طرقنا الأمور كثيرة تهمها الشهر خاصة من ناحية التغذية الرياضة خلال الشهر وكذلك خاصة للناس اللي عندهم أمراض مزمنة اليوم بنركز على فئتين من هالأشخاص أول فقرة بنتكلم مثل ما عودناكم اللي هي الفقرة التغذوية اليوم فقرتنا تهتم بالصيام وخاصة لفئة فئة معينة اللي هي الحوامل بنتكلم عن الصيام وسكر الحمل اليوم ويانا الاستاذة ست البنات محمد أخصائية التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي صبحت الله بالخير ست البنات أهلا وسهلا أهلا سهلا أهلا سهلا ساعات معدودة إن شاء الله تفصلنا عن الشهر المبارك وطبعا فئة الحوامل الحمد لله فئة كبيرة بعد وهالفترة فترة حساسة وخاصة الحوامل اللي يشتكون من أمراض معينة ومنها سكر الحمل أو السكر بالمضمون اليوم بنتكلم إن شاء الله عن سكر الحمل والصيام فيه مع سكر الحمل أهلا هلأ ممكن تكلمينا بخصوص الصيام وسكر الحمل إن شاء الله أهلا وسهلا بكم أهلين مع تنور دبي وكل سنوات طيبية نصف متصفر على خير شهر ربضان طبعا من الأشهر من الأعظم الشعائر الدينية الحمد لله يعني السعار التقرب إلى الله والصيام طبعا فيها ضروري بالنسبة للمسلمين بس بالنسبة للحامل أو الحامل اللي هي برضو تكون عندها سكر طبعا السكر أحياني تكون عندها سكر هي قبل الحامل وهي دعوة بل تكون طيب ون أو طيب دو اللي هو سكر قبل الحامل وفيه السكر بتاع الحامل اللي هو بصهر خلال فترة الحامل أيها وهم كلهم بتأثر طبعا بالسكريات في تلت الحالات بتأثر بالسكريات بس كل طبعا السكريات هي من العناصر الضرورية والمهمة بالنسبة للإنسان وفي فترة الحامل وفي فترة الصيام طبعا السكر شوية يعني السكر من مواد الطاغة وبالتالي الإنسان بيحتاجيهم وخاصة في فترة الحامل يعني هي بتكون عندها جنين وحامل بتحتالي المواد الطاقة بالنسبة لها وبالنسبة لها البابي ولهذا السبب وفي نفس الوقت هي بكون الأنسولين قليل إذا كانت إنها هي من تايب وان طبعا ما يسمح لهذا الصيام لأنها بتستعمل أنسولين أما بالنسبة لتايب وانسولين ممكن تستعمل أنسولين وممكن ما تستعمل أنسولين أو مثلا تستعمل خافض عن الشكر في الحالة دي ممكن تصوم إذا كانت هي مثلا محاوظة سكر عندها مستقر يعني ما فيه ارتفاع ما فيه انخفاض ممكن تصوم حتى إذا كان بتاخد أنسولين يعني ترعات خفيفة مع فترة الإشطار ممكن تاخد أما بالنسبة لتايب بالنسبة لسكر الحمل اللي هو بصخر خلال فترة الحمل ممكن تصوم طبيعي بس برضو بحذر يعني إذا كان السكر عندها ما مستقر أيوة وما يعني ما شافة تصايف تغذية ما عندها حيمية غزائية يعني عرفاها مثلا كم تاخده برضو احتمال برضو السكر يفتفي عندها يهبط عندها وبالتالي بتكون فيه خطر بالنسبة للبيبي وبالنسبة لها وفي الحالة دي لازم من الإشطار أما بالنسبة للتغذية بتاعة السكر الحمل هي ما فيه خطورة بالنسبة للحامل إذا كانت كذلك ما بنا مستقر حتى إذا ما كانت مقابلة خلصة التغذية أو ما هنا ممكن هي نفس الوجبات اللي كانت بتاخدها في خلال اليوم أيوة بس تكون يعني فطور وغادة وعشة وإسناقات ووجبات يعني نفس الكمية تاخدها في فترة الإفطار يعني من الفطور لحدث السحور تاخد نفس الكميات وتاخد به يعني مش تاخدها فطور وسحور لا تاخد إفطار عشاء سحور وجبات خفيفة وتكسر لنا من شربة الموية أيوة أيوة يتقسمهم خلال الفترة الفطور آه خلال الفترة فيها فطرة فيها تتقسمهم وبعد ذا يعني تكتر من كمية السوال وفي نفس الوقت تقييف السكر خلال نهار رمضان إذا حست أن السكر هبط في أي لحظة إنه وصل مثلا السبعين ما يدور ممكن تفطر أيوة ممكن تفطر بالنسبة لي الفترة بتاعة إذا كانت هي شافة خصية تغذية وعندها حمية قزاية ممكن طبعا خصية تغذية بتكون تديها حمية لشهر رمضان يعني فيها فيها إفطار وبالأول حاجة بناخدها هي مثلا التمر ونسكه بتاع عصير ممكن تاخده عصير في رش ما مضافي وسكر يعني تحدد لها الأكل أو الوجباط تحدد الأكل والكيميات كما السعرات الحرارية وكما الحفظ بتاعة الكرب وهذه هي السكريات التي تأخذ خلال اليوم أستاذ ست البنات شو الأشياء اللي نركز عليها خلال فترة خاصة للأشخاء يعني السيدات اللي عندهم بسكر والحمل شو الأشياء اللي يفضل يزيدون فيها وشو الأشياء أو ياخدونها وشو الأشياء اللي يبتعدون منها عنها قدر المستطاع في فترة فطورهم يعني فترة الصيام فترة يعني شهر رمضان مبارك طيب طبعا بالنسبة للسكريات زي ما قلت لك بتكون محددة مثلا كم الكيميات تحت السكر حتى السكريات بتكون هي عبارة عن السكريات المعقدة ما للسكريات البسيطة طبعا من السكريات البسيطة اللي هي السكر السكر العصائر العصائر الغازية بصفة عامة السكريات اللي هي حتى الخبز والهي الأشياء الخبز الأبيض أي حاجة سيمبل أو سكريات بسيطة طبعا منها كل ما تاخد السكريات المعقدة اللي هي مثلا زي الخبز أو العيس أو أي نوع من أنواع الزمح والهنايس تكون بكشرته كامل الخالق ساحته كامل الخرطة في الحالة دي السكر بيكون بيتحرق معاها تدريهيا ما بيكون مباشر للدم في الحالة دي ممكن يعني تاخد أقوى فترة وهي شبعانة أيوا شيء الثاني حتى بالنسبة له العصائر تبعد من العصائر كل العصائر ما فيها يعني أي عصائر حتى إذا كانت فرش هي مرة واحدة بس بتاخدها هي حقا مع الإفطار على فاس السكر حابط بيشترها برتفع وخلال اليوم ناخد فواكه أيوا ناخد فواكه مثل تكون ثلاثة فواكه أربعة فواكه وبرضو موزعة يعني نستبدل العصير العصير بي حبة فاكهة أو حبتين فاكهة حبة فاكهة كل نواع الفواكه مسموحة ما في شيء ممنوع بس طبعا نحن بنوريهم البورسانسايدر اللي هو حجم القطعة ذلك أيوا يعني برضو ما يجيب مثلا صحم بيتيخوا في كاربوهضريتات وفي السكرية الضفيفة أسان كده لا كمية محددة موزعة يعني خلال اليوم ممكن تأخذ ثلاثة أربع حبات فاكهة والتمر بصبر فاكهة أيوا برضو نحسبه خلال فترة السحور ممكن تأخذ واحدة فترة الشناك ممكن تأخذ واحدة مع العشة ممكن هنا بعد العشة ممكن تأخذ فالإفطار عندها الثمر عندها العصف إذن للفواكه أستاذ ست البنات شو كلمة أخيرة توجينا المستمعين الكرام أخيرا بوجه أنه أول حاجة يكثروا من شرب الماء أيوا وبعدين أول حاجة يأخذ السحور ما يأخذه السحور بكير صح الشيء الثاني بالنسبة للبروتين يحاول يأخذ أكبر كمية من البروتين اللحوم السماك الضجاج الضيض اللبن هذه كلها أشياء ضرورية بالنسبة للحليب يعني الوحدة تقول لنا في الصيام لا يا حليب يا لبن يا رو المبين تأخذ ما يأخذ لبن لأنه لبن برضه فيه أملاح وبرضه يجب يكون أشياء طازجة قد المستطع طازجة وفريش وبعدين نكتوزع خلال اليوم وبالتالي تكونك إن شاء الله صيام إن شاء الله إن شاء الله آمن صيام حمل آمن إن شاء الله لستادست البنات محمد أخصائية تغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي شكرا لك شكرا لك أول فقرة طبعا تحدثنا عن الصيام سكر الحمل ذكرنا الأشياء المهمة خلالها الفترة وخاصة في فترة رمضان الفقرة الثانية إن شاء الله موضوحها جدا مهم واللي هي استعداد مريض السكري لصيام شهر رمضان طالعين فاصل إن شاء الله وراجعي لكم بنتحدث عن هذا الموضوع صحة وسعادة مستمعين العزار جعنا لكم مرة ثانية في برامج صحة وسعادة برامج صحة وسعادة اللي تغلب منكم هاي أتى الصحة بدبي عبر أثير إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي أذكركم برغامة تواصلوا يانا 600551414 والرسائل النصية على 4006 مثل ما خبرتكم قبل ما نطلع الفاصل اليوم فقرتنا الحين الياي بتكون استعداد مريض السكري لصيام شهر رمضان كلنا عارفين رمضان لشعائر مقدسة وناس كلها تتمنى يعني تشعر بسعادة في خلاله خاصة فترة الصيام طبعا عندنا أمراض كثيرة منها أمراض السكر اللي يتأثر مريض السكر خاصة في شهر رمضان فحبينا نتطرق لهالموضوع خاصة أن مريض السكر في أشياء معينة بتتغير من ناحية وقت أخذ للدواء طريقة أكله ممارسة حتى لرياضة عادات القذائية وأشياء كثيرة كذلك فحبينا اليوم يكونوا يانا في الستوديو دكتور أحمد عبد الكريم حسون استشارة قدرة صماب مركز بيل السكري لاستاذ ديانا الجندي أخصائية التغذية العلاجية لمرض السكر والأستاذ معتز عبد الله عباس ممارس علاج طبيعي بمركز دبي للسكري صبحكم الله بالخير جميعا وحياكم الله في برنامجنا اليوم صباح النور وشكرا على استضافتنا اليوم بتكون كمثل ما نقولها حلقة متكاملة من معظم الجهات اللي هي الطب بالنسبة للسكري وبالنسبة للتغذية العلاجية وبالنسبة للعلاج الطبيعي لأن مريض السكر يحتاج لي ما بس علاج معين يحتاج إلى مثل ما نقولها مالتي ديسبليناري أبروش أو طب تكميلي كامل دكتور بنبدأ وياك بالنسبة للأسئلة اللي تهمنا بالنسبة طبعا انت تعرف فترة رمضان هي شهر واحد والناس تنتظره من سنة لسنة ومريض السكر خاصة يتم تخوف من ناحية أن الدكتور بيقول له صوم أو ما بيقول له ما تصوم وأول ما يقول له لا تصوم كأنه يعني شيء يحزن المريض فهل يأثر المريض على مريض الصيام عفوا على مريض السكري طبعا شكرا وقدر كل شيء أحبب بارك بشهر رمضان إلى المستمعين وإلى جميعكم معنا هنا في هذه الجلسة الممتعة إن شاء الله وطبعا الصوم صوم شيء مهم جدا وله فوائد عند الأصحاء بشكل رئيسي ولذلك يعني كان علينا أنه صوم لو كنا بصحة جيدة لكن مثل ما تفضلتي بالنسبة إلى موضوع الصيام عند مرض السكري هناك بعض الاحتياطات الواجبة من ضمن الاحتياطات الواجبة أن يحضر المريض نفسه بالتعامل مع الفريق الطبي والطبيب ومثل ما تفضلت المجموعة المتكاملة قبل موعد رمضان بفترة كافية من أجل أن يحضر موضوع استعداد هل هو من الفئات التي يمكن أن تصوم بسهولة والطبيب لن يعارض ذلك أو هو من المجموعة التي قد تحتاج بعض التعديل في العلاج وتحسين الوضع وتشجيعه على تحسين وضعه ثم ممكن أن يصوم أو من المجموعات التي فعلا لا يجب أن تصوم بسبب الصحة لديهم قسمتنا بطريقة جدا وافية دكتور حسون فبالنسبة للمريض السكر شو اللي يحدد أن الطبيب ينصح بالصيام وكذلك ينصح بعدم الصيام صحيح طبعا بالنسبة للصيام مثل ما تفضلتي الناس كلهم يحبون أن يصوموا شهر كريم ويجب التزام لكن يجب التفريق أن الالتزام يجب أن يكون عندما تكون لا يوجد مضرة في الموضوع فلذلك نحن طبعا وعلماء الفقه والدين الإسلامي اجتمعوا وتابعوا المواضيع المهمة في السكر وقسموهم إلى فئات فئات كانت تقسم إلى فئة أولى ثانية ثالثة رابعة أربع فئات وتقريبا الفترة الأخيرة الثالثة والرابعة اللي هم أسهل شيء هم الفئة التي تصوم بسهولة والدكتور مية بالمية يشجحهم على الصيام وهم أولئك الذين سكرهم طبعا منضبط واستخدامهم للأدوية من الأدوية التي لا تؤثر بشكل سلبي على هبوط السكر وطبعا من ضمن الأدوية أدوية كثيرة ممكن أن تكون هناك من ضمنها الأكثر معروفا هو الميتفورمين أو الكلوكوفاج أو ما يشابه ذلك أي دواء لا يؤدي إلى ارتفاع في السكر فممكن أن يكون من هذه الفئة اللي هي نجمحها ما نسميها الفئة الرابعة أو الفئة الثالثة والرابعة مع بعض اللي هم أقل خطورة أو شبه بدون خطورة لكن لو نتحول إلى المجموعة الأخرى على سبيل المثال المجموعة الأكثر مضاعفة الفئة الأولى نحن بدأنا بالفئة الرابعة نرجع إلى الفئة الأولى اللي هم أكثر خطورة احتمال حصول مضاعفات لديهم فمن هؤلاء هم الذين حصل لديهم هبوط سكري بالفترة الأخيرة بالفترة الثلاثة أشهر الماضية إذا حصل معهم هبوط شديد في السكر فهؤلاء من الذين يجب أن لا يعصوموا من الفئة الأولى أيضا من الفئة الأولى هم الذين لديهم إحمضات سكري حصل خلال الفترة هذه وهذه مضاعفات مهمة لو استمر المريض في خطته للصيام قد تحصل مضاعفات أخطر من ذلك أيضا لدينا بعض الفئات الذين لا يحسون بهبوط السكر يحصل لديهم هبوط ولا يشعر به وهؤلاء هذا خطرين جدا لأنه كان صوم ولا يشعر فممكن يؤدي إلى حدوث الإغماء وبعيد الشر الوفاة خاصة أنه لا يحس لأنه معظم الناس يحسون بأعراض معينة فيلحقون على نفسهم بالضبط وهناك طبعا السكر غير منضبط حتى ولو كان من النوع الثاني كنمط ثاني لكن غير منضبط وعلامات عدم الانضباط معروفة هي ارتفاع مستوى التراكم اللي يسمي HPA1C فوق العشرة فهذا من الإشعارات اللي تدعهم يكونوا من المجموعة من الفئة الأولى أو على الأقل الفئة الثانية أيضا مرضى الكولة المرضى الكولة المزمن خاصة الحالات المتقدمة جدا فيعتبرون من الفئة الأولى وخاصة الذين لديهم غسيل كولوي أيضا من الدرجات الأخرى اللي هي الفئة الثانية لأقل مرضى السكري الذين لديهم مرضى كولوي مزمن مضاعفات من السكري بدرجة أقل أيضا ينصح بعدم الصينة فلذلك هناك مجموعة مهمة يجب دائما على المريض أن يتأكد من طبيبه لأن هناك معلومات أكثر وضوحا لدينا من يستطيع ومن لا يستطيع ولماذا لا يستطيع لأن احتمال حدوث مضاعفات كبيرة خاصة نصحة بتعرف بالضبط وبالتفصيل خاصة أنه شهر واحد ويمر وله قداس سبحان الله للجميع صحيح سكر أيها ولأن أنا تعالج في مركز دبي سكري السنة التي طافت لأنهم قالوا لي لا تصم وحين هاي السنة بس أنا نضبط في السكر بس أبو أعرف بعد الصم حين هاي السنة ولا كيف يا الدكتور يعني يوضح لي بس طبعا أول شي شكرا على سؤالك يظهر أنه أحد مرضانا قد يكون لمرضاء أحد زملائي لكن الفكرة مثل ما تفضل الدكتور في السنة الماضية يظهر أنه ظروفك كانت غير مساعدة للصيام فطالبا منك عدم الصيام فيجب أيضا إن شاء الله أنت متابع مع الدكتور فإذا كنت متابع معه وكانت حالتك فعلا في تحسن ولا يوجد نفس الظروف السابقة فهناك إمكانية لكن لا لا أستطيع أن أحكم عليك بدون ما أعرف تفاصيل صحيح يحتاج خوة علي أن يحتاج أن نفس دكتورك أنك يوم تراجع نفس الشيء يتابع تحاليلك السابقة لمدة ثلاثة شهور أو حتى ستة شهور وبعدين يحددوا إياك تقدروا تصوم أو لا تقدروا أنا ما أخذ عيام موعد حينا عندي موعد شهر سبع بس فترة ما راجعت عندهم لأن فترة تراجع كنت أنا راجع في بطبي مستشوية كليفنان ما لغد هذا صمع وعطيني الدوان بس ناثل عندي عندي التراكمي والفحوصات هذا سوي يومي أقل من أمية يعني أمية وعشرين تحت الأمية يعني معلش اسمح لي بس أيضا يعني السكر متحسن لكن أمور أخرى مهمة من ضمنها على سبيل المثال هل يحصل هبوط ما هو وضع الكليا هذه أمور مهمة ما هي الأدوية التي تأخذها فطبعا أيضا إذا ما كنت متابع مع المركز معنا من فترة قد يكون الدكتور اللي لاحقك أو تابعك في الفترة الأخيرة ممكن أن يفيدك أكثر بمعلومات تهمك في موضوع صيام وذلك لأن المعلومات لديه أكثر حداثة صح أخوي علي أنا خاصة أنا مو بالحق بس الحق أنا صوم باترحي ولا اللي آي هذا ولا كيف أعرف أحسن هو نفس دكتورك اللي يتابعك يتابع بخصوصة لأن تعرف خاصة أن فترة الصيام عساس السكر ما ينزل عليك زيادة لأن نحن مو بعرفين بالضبط يعني ليش هم وكفين عنك الصيام السنة اللي ضعفت فهذا أنا كان تراكمي فوق وهي عندي مرتبة هذه السنة هنا ضبطت يعني بس ما أعرف كيف يعني هل أقدر أصوم وأنا ما أتكر يعني كل شي حيه المرة هذه السنة أقل يعني في كل ناحية التراكمي والعادي أخر زيارة للطبيب سألت بخصوص الصيام بس فترة طويلة مارا جاءت عندي ما أدري ولا أنا عشان شي تمنا أشوف برنامج عنكم سألت نفس أنا قلت أصوم ما أصوم ما أعرف والله لا بالنسبة للسكر يعني نحن نفضل نشوف التحاليل لأن أعالج أنا حسب من ثلاثة صح بس أنا ما أتابع تحليل السكر ما لثلاثة شهور بس أنا أشوف اللي متراكم حتى من سنة أو ستة شهور يعني هالأشياء وايد تأثر على قراري بخصوص علاج السكر وخاصة متابعة المريض لأنني أنا مو بس أتابع السكر كمعدل أنا أتابع حتى مضاعفات السكر لأن هالأشياء بعد مضاعفات كسكر مضاعفاته مرات تخليني كطبيب ودكتور ذكر خاصة أمراض كلا تخليني أني أخبر المريض أنا ما يصوم ما بلا شي بس عشان ما يتعب زيادة أو حالة تتدخور أكثر تعرفين لأن سنة طافل ودكتور قال لأصوم أنا بس حاول صمت وقدرت أنا ضايز مثل ما قلت أنتو شي ضايز قال لأصوم أنا شي ضايز يعني ما صمت يعني صمت ما دري صمت أنزع أتصل بالمثقفة الصحية كانت تابعيك شكرا شكرا ما تقصر أنت السلام دكتور ما تقصر شكرا شكرا أخوي علي مستمعين الأعزاء طالعين فاصل إن شاء الله وراجعي لكم لنفس الموضوع صحة وسعادة مستمعين الأعزاء رجعنا لكم مرة ثانية في برامج صحة وسعادة واستعداد مريض السكري لصيام شهر رمضان أذكركم برغامة تواصلوا يانا 600551414 الرسائل النصية على 4006 عنا مداخلة إن شاء الله الحين ويانا بو بدر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومقدمكم سنوطيبين وبركاتكم الشهر إن شاء الله الجميع إن شاء الله الله طويل معملك عندي سؤال عندي سكري أيوه وحد سدين ثلاث مرات وواحد أنسرين في الليل آخذة ثلاثين يونت ثمان ثلاثين يونت والأنسرين اللي في المرات كل وجبة 16-16-16 فهل ما دي هل أصوم ولا ما أصوم ما أعرف كيف تنسي لأن السكر يرتفع سلام عليكم وبركاتك الشهر الكريم إن شاء الله بالنسبة إلى وضعك الصحي يظهر عندك السكر اللي يحتاج إنسلين قد يكون هو النوع الثاني لكن تحتاج أن تأخذ الإنسلين مثل ما تفضلت تأخذ إنسلين أربع حقا تقريبا يوميا البطيء وثلاثة من السريع وحسب ما فهمت منك أن السكر غير منضبط فإذا كان السكر غير منضبط يجب أن لا تصوم وإنسلين ثم الدكتور السميرة قالت لي ما نصح التطوخ لأنني ليس يجيس الجفاف عندك ونتمي سوغلية لأنني ما نصح تحاول تحكم مطار ما يتشرب لأنني ليس عند السكر وطبعا وطبعا مثل ما تكلمنا سابقا أنه يجب مراجعة الطبيب المعالج الذي يعرف وضعك بشكل كامل عندي موعدة بعد رمضان بعد رمضان بعد فوات الأوان نحن نريد نعرف الأرقام حاليا ووضعك الصحي بشكل عام غير السكر لكن وجود السكر المرتفع يؤدي إلى حصول اختلاطات كبيرة أثناء الصيام فالسكر المرتفع ممكن أن يرتفع أكثر عند الصيام وممكن أن يحدث هبوط لكن الارتفاعات والهبوط نفسها لها مشاكل على المدى البعيد ومن ضمنها على سبيل الارتفاع السكر ممكن يؤدي إلى التجفاف وإلى بعيد الشر عنكم التجلطات ووصول اختلاطات كبيرة فيجب يعني مثل ما تكلمنا سابقا اتصال بفريقك الطبي أو الدكتور عن وضعك الصحي لكن اللي فهمت من وضعك الحالي أنه أنت ليس باستطاعتك الصيام فأنا أعتقد أن الصيام قد يكون فيه مضرة إليك إن شاء الله طبعا إذا لم تصم يعني طبعا عليك فدية وممكن طبعا تسأل الناس المفتين في هذا الموضوع بشكل أكثر وضوحا حياك الله في أمان الله في أمان الله دكتور أحبين نتكلم أكثر عن نظام العلاجي لمرضى السكر خلال شهر رمضان مع الصيام كيف يكون تغيير في هذا النظام أو هل يكون فيه تغيير لهالنظام أكيد طبعا بالنسبة إلى نظام العلاجي يختلف من مريض إلى مريض فمثل ما تكلمنا سابقا بعض المرضى يأخذون الأدوية عن طريق الفم الحبوب وبعضهم يأخذون الإنسولين فبعضهم يأخذون مثل المريض الذي يتحدث فالكل يعتمد على ماذا يأخذ المريض والنوعية والنوعية وبالضبط وفي بعض الأدوية مثلا على سبيل المثال عن طريق الفم الذي لا تسبب مشاكل ممكن يستمر فيها بنفس الطريقة وبدون تغيير بعض الأدوية تحتاج تغيير التوقيت يعني ممكن يكون أثناء صباحا أو ظهرا أثناء الصيام ممكن يتحول إلى سحورا وإفطارا والإنسولين أيضا يحتاج إلى وقت طويل لمتابعتهم معاكم لأنه يحتاج تعديل في الجرعة سواء البطيئة أو السريعة للسحور وللإفطار لكن من الأفضل طبعا الميضة أن يتابع مع الدكتور المختص بعض الناس لا يحتاجون تعديل حسب الحالة فيجب الدكتور المعالج والفريق الطبي المتابع أن يطلع على الوضع بشكل عام ويعطي النصيحة بناء على الموجود الموجود ديانا راجلي لك السؤال مهم وطبعا الناس كلها مهتمة بها شي خاصة اللي عندهم مرضى السكر لأن يأثر حتى على قراءاتهم خلال شهر رمضان وحتى على النسب الأدوية اللي يأخذونها أو كميتها شو هي الأطعمة الخاصة بمريض السكري في رمضان وعارفة أنت ما شاء الله موائدنا متنوعة نعم وتغري أي واحد أني يأكل فهم ما ضالنا بمرضى السكر بداية نحب بس اضطرق لموضوع شو هنه شو الفوائد الصحية اللي ممكن أنه الواحد يحصل علي على نتيجة الصيام فبالتالي حتى يعني آخر فترة كتير الدراسات عم بتسارت عم تحكي عن الصيام المتقطع وكتير أشخاص لما بيجوا لعنا على مركز دبي للسكري بيسألوني عن فوائد الصيام المتقطع هو فعليا يعني الحمد لله هو صيامنا نحنا برمضان وعننا أنه نستفيد 30 يوم إن شاء الله من الصيام تحتالي نحسن من الصحة فأهم فائدة هي نزول الوزن خاصة عند الأشخاص اللي عندهم زيادة من الوزن ونحنا كلنا بنعرف الفوائد نزول الوزن جدا كبيرة وخاصة عند الأشخاص اللي عندهم مرض السكري لأنه بيصير الجسم يتفاعل مع الإنسولين بطريقة أحسن فبالتالي نسب السكر بتتعدل بالجسم أيضا كمان نزول الوزن بيستفيد من أنه نزول نسب الكوليسترول الغير حميدة نزول نسب الدهون الثلاثية اللي بتكون كمان موجودة بالدم نسب الضغط كمان ممكن أنها تتعدل بفترة الصيام فيعني الفوائد جدا طويلة بسبب الصيام بس تحتالي نستفيد من كل هيدول الفوائد كمان بدنا يكون في سلوكياتنا على الصفرة أو وقت الأكل أنه تكون كمان معتدلة يعني من بعد 15 وقت ساعة صيام إذا ضغري على الإفطار صار فيه إفراط وتخمة والواحد أكثر من الأكل أول شي ممكن يواجه صعوبة بالتركيز مثلا بوقت الصلاة بصلاة التراويح ممكن يحس بتعب بكسل بخمول فهيدا كمان بيأثر على مدى رياحته بوقت العبادة أيضا كمان إنه إذا بدنا نستفيد بالفويد الصحية اللي حكيت عنها فبداية عادة نحن بننصح إنه نجرب أهم الشي شغلتين أساسيات السكريات والدهون وهنا للأسف اللي كتير بينواجدوا على الصفرة من ناحية الحلويات أو المشروبات اللي بتحتوي على سكر والمشروبات الغازية أو حتى العصاير الفراش فهيدول كله ياتهم سكريات بدأ ترفع نسب السكر بالتالي بالدم وأيضا بدأ تساهم على استهلاك سعرات حرارية أعلى فبالتالي بتساعد على زيادة الوزن بدل ما أنا بدي يكون هدفي نزل الوزن إضافة للسكريات هندي كمان الدهون وخاصة الأكل اللي بتجي من المقالة مثلا أو السنبوسك وهالإشياء كلها اللي كمان بتتواجد على الصفرة فأهم الشي إنه نهتم إنه نخفف من السكريات البسيطة والمقالة ونركز أكتر على الغذاء السليم يعني مثلا على سبيل المثال وقت الأفضار فينا نبلش بماء أو مثلا كباية لبان مع ثلاث تمرات نريح نصلي بهالوقت وبعدين نرجع نأكل وجبة الأفضار بهذه الفترة اللي مثلا خمس دقايق عشر دقايق بيكون الواحد أخذ السكر السريع اللي هو مصدره من التمر يعطي للجسم شوية طاقة وشرب ماء كمان لحتى إنه ما يعني بعد خمستعشر ساعة سيام بيكون فيه جفاف فبيكون روى الجسم بنفس الوقت لما بيكون صلة ورجع عالصفرة إحساس الجوع الشديد بيكون خف شوي فبالتالي بيصير الواحد بيساعده على إنه يأكل كمية أقل على وجبة الأفضار مام مثل يكون جوعان وياكل بكمية كبيرة خاصة أنه طوله اليوم فما ما ما أكله خمستعشر ساعة نفس ما قلتي فالواحد بيت شوعان فبياكل كميات كبيرة مظبوط هلأ بتفرق من شخص لشخص بعض الأشخاص بيحبوا الوجبة الأساسية أنه يكلوها على الإفطار وبعض الأشخاص بيحبوا يستنوا أنه بس شوربة أشياء خفيفة مثل ما قلنا تمر ولبن على الإفطار وبعض الترويح بيحبوا ياخدوا الوجبة الأساسية ومثل ما صار كمية معتدلة على الإفطار أو على بعض الترويح مثل ما يعني الشخص بيحب بس أهم الشي أهم الشي لأنه في كتير أشخاص بتعاني من مشكلة الإمساك برمضان لأنه روتين الطعام كله بيختلف وأيضا بسبب قلة شرب الماء لأنه في 15 ساعة صيام فهذا ممكن يساعد أكثر على الإمساك وأيضا يكون في مصدر الياف اللي هي ممكن أنها تجي من الخضار بشكل عام وأيضا أنه إذا بدنا ندخل النوع من السكر السريع أو كطاقة يجعلنا نركز على الفواكه أكثر من الحلويات من الحلويات الثانية أستاذ معتز عن حين السؤال لك طبعا بما أنك ممارس علاج طبيعي بمركز دبيل السكري طبعا نحن عارفين حين ثقافة الناس زادت خاصة في ممارسة الرياضة أو ممارسة أي تمرينات خاصة في فترة رمضان قبل يمكن الناس تقولك لا نحن صيام يمكن ينزل السكر أو بعد الصيام صعب وكلنا عارفين دور الرياضة وأهميته حتى لو في شهر رمضان بس إلها دور كبير سواء يعني لطاقة الجسم لتنظيم حتى السكر في أنواع معينة ما بكل الأنواع وثالث شي كطاقة إيجابية وسعادة فهل يستطيع مريض السكر الصائم ممارسة الرياضة خلال شهر رمضان المبارك لا أولا أنا سهلا بحضرتك وسهلا طيبين رمضان كريم علينا إن شاء الله إن شاء الله بالنسبة لمرض السكري طبعا يقدروا يعملوا رياضة بس هي المشكلة إمتى يعملوا رياضة وهذا المهم هذا السؤال المهم وأغلب الناس عندهم ثقافة أن الناس تعمل رياضة بالنسبة لمرض السكري يمكن يعمل رياضة قبل الفطار طبعا هو لما يعمل رياضة قبل الفطار بيحط نفسه فريسك كبير قوي لحاجات كتيرة يعني أولها هوبط السكر يعني ثمانين في المية ممكن تحسن وفي عشرين في المية ممكن السكر يعلى ودي تبقى مشكلة أكبر كمان زي ما الدكتور أحمد يعني كلمة إزاي إن السكر لما يعمل يعلى يعمل مشاكل أكتر والجفاف وممكن يحسن مشاكل في الضغط الضغط يرتفع بزيادة يعمل صداع يعمل أرق يعمل مشاكل في المية يعني الرياضة قبل الفطار واحب يحط نفسه في مشاكل كتيرة هوفضينا عنها يعني فيستحسن المريض السكر إنه يعمل الرياضة بتاعته بعد سرطة الترويح تبقى كويس ومنع تبر سرطة الترويح جوز إن الرياضة برضو هو يعني بمجهود كبير مش مجهود قليل الصلاة يعني 12 رقعة أعفو 12 رقعة أو يعني لكن عمتا هو جزء من التمرين وبيستهلك فيه جزء من الطاقة وبيحرق فيه شوية من السكريات وكلام ده كل فيستحسن إن مريض السكري يعمل الرياضة بتاعته بعد سرطة الترويح يعني بعد الأفطار عموما إيه بعد الأفطار ما عشان نحن محتاجين مثلا وقتين من ساعة ونصف ساعتين عبرما الأكل اللي موجود في المية تخدم شوية وإحنا أكلنا شوية تقيل فمحتاج شوية هضم زيادة فهنتدي نعمل الرياضة شوية متأخر يعني أيضا بالنسبة لأنواع الرياضة اللي يعملها مريض السكريات أو يعني تركزون أو تفضلون على نوع معين من الرياضة أن يعملها والوقت اللي يحتاج المريض يعني أو كم مرة في الأسبوع تغريبا هو متأ ما قدرش أحدد حاجة يعني استنرد الموضوع بس بالنسبة المريض السكري يعني محتاج على أقل مثلا 150 دقيقة في الأسبوع أن يعمل فيهم رياضة زي المشي زي السباحة زي العجلة زي الهرولة ده في المجمل ممكن كلهم يقدروا يعملوا لكن زيادة عن كده أنا محتاج شوية من تقوية العضلات تقوية العضلات مهم أول لأن المشاكل السكر مع التقنب في العمر أن العضلات بتضعف أيوة فالناس كلها بتركز بس على التامنات الهوائية اللي هي المشي والسباحة والجرد والعجلة ويسنس وخالص أن فيه جزء مهم تقوية العضلة تقوية العضلة مهمة عشان يستحمل الشغل اللي بيحصل ده ده جزء تاني وجزء التالت اللي هي تامنات الليونة دي مهمة جدا برضو برضو السكر لأن فيه مشاكل كتيرة بتحصل في العضلة وفي المفاصل وألم المفاصل وننسى خالص أن العضلة محتاج يكون فيها ليونة شوية أكثر صح فإحنا دايما بننساها يعني فبالنسبة مرض السكر يمنصحهم رازم تكون الرئياضة بتاعته تتخلى للتلات أنواع يعني جزء من تقوية وجزء من الرياضات الهوائية وجزء من الليونة العضلات تمارين الهوائية وجلت لنا 150 دجيجة في حدود 20 دجيجة في اليوم بس كل شخص جالت تاني يعني فيه أحيانا لأن برضو احتياجات الرياضة مختلفة أنا نعمل رياضة من أجل أن أنا مثلا أنا خيس يبقى أنا محتاج وقت أكتر محتاج الرياضة من أجل أن أنا أحسن الصحة العامة يبقى مثلا نص ساعة يبقى كويس محتاج الرياضة لتقوية العضلات محتاج شكل مختلف في الرياضة فكل نوع منواع الرياضة على حسب الاحتياجات اللي أنا محتاجها لكن في المجمل لازم تتخلى لهم كل خلال هذه الفترة و20 دجيجة أو 25 دجيجة يعني بالعكس يعني دجايج نحن نعتبرها شي بسيط وباليوم بس عوائدها تكون كبيرة على جسم الشخص نفسه والاختلاف في شكل الرياضة ده مهم بالنسبة للمريض برضو السكري لأن الرياضة بالنسبة للمريض السكري هو جزء من الدواء يعني هو مش هيعمله مرة ويقعد لا هو اسلوب حياة المفروض يكون معاه عمتا على مدار الحياة طبعا موضوعنا اليوم جدا مهم ومداخلاتكم وحتى النقاش فيه مهم وكذلك يعني النقاط اللي ذكرتوها سواء النقاط الطبية أو النقاط حتى التقذوية والنقاط حتى الرياضية أو المجهود البدني اللي يمارس المصاب بالسكر بعد كلها مواضيع مهمة طبعا حلقة واحدة ما بتكفينا كنقاش في هالمواضيع والوقت ما شاء الله يعني مر خلال نقاشنا بسرعة حابين نشكركم بخصوص الفقرة اللي هي استعداد مريض السكر للصيام شهر رمضان دكتور أحمد عبد الكريم حسون استشاري القدرة الصمام بمركز دبيل السكري شكرا دكتور شكرا والاستاذ ديانة الجندي أخصائية التقذية العلاجية لمرضى السكري شكرا ديانة شكرا لك والاستاذ معتز عبد الله عباس ممارس علاج طبيعي بمركز دبيل السكري شكرا لكم شكرا لكم صراحة شكرا لكم